أطلقت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضاري 21 خدمة إلكترونية بتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع التحول الرقمي الذي يأتي تماشيا مع خارطة تحديث القطاع العام وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة جمان العطيات إن أطلاق الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة يحمل أهداف وتوجهات تتعلق بالتحول نحو مجتمع المعرفة والتكنولوجيا والنهوض ببيئة الأعمال ورفع الأداء الحكومي والدفع نحو مزيد من الشفافية والكفاءة لتحسين حياة المواطن الأردني باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا المختلفة تم إطلاق 21 خدمة إلكترونية بالتعاون مع الاقتصاد الرقمي ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية والخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية المرافقة لها الواحد وعشرين خدمة رح يكون لهم صدر إن شاء الله إيجابي جدا على المواطنين لأنه إحنا مواطنين إحنا بنتشرف إنا بنخدم شريحة موجودة كبيرة موجودة في كل المحافظات المملكة رح يكون إن شاء الله إلها أثر إيجابي في التيسير والتسهيل على هذه الشريحة بأكبر قدر ممكن ونكون يحصلوا على الخدمات بشكل إلكتروني مباشر دون القدوم إلى المبنى المؤسسة ترجمة نانسي قنقر